طبعا نبص هي السمنة الموضعية من المشاكل اللي هي احنا في مصر بنعاني منها بشكل كبير قوي نتيجة برضو الانتشارة ظاهرة الفاست فود ان احنا مش بنمارس رياضة السمنة الموضعية مشكلتها دايما انه ممكن بقى الشخص نفسه جسمه لحد ما كويس واجنه مش كبير قوي بس عنده مناطق معانا في جسمه هي المليانة دهون بايزة خالص دايما بنشوف منطقة الحزام البطن او البليفات اللي هي المنطقة اللي هي من تحت السرة تمام اللي هي زي ما بقوله كده منطقة العوامر اللي كنا بنلبس فيها العوامر زمان هي دي اكتر منطقة يمكن اغلب الناس بتعاني منها بيبقى فيها سمنة موضعية ومهما بيروح الجم مهما بيمارس رياضة ما بيعرفش مطقة البطن بالنسبة لسياد خصوصا بعد الولادة وبعد الجواز البطن طبعا حجمها بيجبر بيبقى فيها نسبة تراهل عالية بتعمل مشكلة اكتر برضو في السيادات كتير قوي عندك برضو مشاكل نص التحتاني يعني منطقة زي مثلا العردية في بعض السيادة بتبقى فيها مشكلة وبردو اصبح في بعض الرجالة برضو ممكن تلاقي نفس المشكلة مشكلة تتسدي ان بعض الرجالة ممكن تلاقي عند السدر عنده بقى كبير شوية نتيجة طبعا الفريق اللي فيها نسبة ترمينات عالية الفاصت فود الحاجات دي كلها فكل دي مشاكل سمنة موضعية الفكرة كلها ان احنا الناس دايما لازم تفكر هو ايه الحل الامثل بالنسبة له دايما نفكر ان احنا افضل حل في القصة دي هو ان احنا نشفط الدهون لو انا جربت ان انا اخد انظمة غزائية جربت ان اروح الى جيم والا ايش نتيجة ما فيش ايديا ان انا ادخل بقى تحت ايه الرحلة الاجهزة اللي هي اللي غير مصارح بها او غير معترف بها اجهزة تخصص الموضوع الحاجات دي كلها دايما قبل ما اخد الخطوة تحت الاجهزة دي اسأل مجارب زي ما بيقول دايما الحل اللي بيقضي فينا لمشكلة السنة الموضعية هي شفط الدهون ونحت قوان يعني شفط الدهون بيكون لازم في حالات السنة الموضعية فقط بالزبط شفط الدهون احنا الفكرة كلها ايه خلات دهنية اللي اتكونت وكترت دي هنعمل ايه هندخل بسردام كين اللي بسيطة قوي صغيرة اكسر كل الخلات الدهنية دي ارجع اشفط الخلات الدهنية للكسر الدية وطلعها برا الجسم وبقى البلاسكوسية بعدها عشان يخلي الجلد يلزق للعضلات ويبقى هنا انا على اكتر مشكلة حل جزج وانهائي نتكلم على حسب كيمية دولها اتشفت مثلا كوقت عملية من نص ساعة لساعة وبنجوح في نفس اليوم